السيد الآمري عندما طرح موضوع الموازنة أنا أعتقد هو فهمها صح وحسبها صح الموضوع ركنت بستور على الجهة والآن نحن نتكلم بمصلحة الطبقة السياسية والأعراف داخل هذه الطبقة الأعراف السياسية كل شيء ممكن أن يتبوب داخل قبة البرلمان ممكن أن يأتي قرار من الحكمة الاتحادية وتفسير معين قرار معين من الحكمة الاتحادية قرر الموازنة حتى لو حكومة تصريف أعمال أولا خلينا نكون واقعين هذه الحكومة تحولت تصريف أعمال من خلال الانتخابات بعد إجراء الانتخابات هي كانت حكومة منتخبة لكنه لم يصوت عليها البرلمان الحالي كان يصوت عليها البرلمان السابق فالسباشر أقبى ممكن أن يستبتل المحكمة الاتحادية وهو بقرار معين ممكن أن يكون للمحكمة الاتحادية قرار أن يذهب إلى أن تقرر الموازنة عن طريق الحكومة المؤقتة ممكن أنا اليوم أحكي لك وفق الأعراف وفق الاتفاقات وفق التوافقات أنت سألتني السيدة العامري شون يقول موازنة وهي ما يكون منتخبة أقول لك فهمها صح فهمها أن اليوم الدستور على الجهة عفو الدستور ما كش من الدستور اليوم الدستور انتقائي مزاجي يفيد هذا الجهة أوكي يفيد هذا الحزب أوكي ما يفيده أركنه لذلك أنا أقول لك أنه ممكن اليوم الطبقة السياسية أن تتفق داخل قبة البرلمان بأمور معينة طالما مصلحة معينة تسير هذه الحكومة المؤقتة تبقى سنة وبعد ذلك ضرب للدستور إلى حال معين